نظراً لوجود العديد من المشاريع والمقترحات على جدول عملها تعقل اللجان الدائمة في مجلس النواب كل أسبوعاً اجتماعها من أجل تسريع وطيرة العمل تحقيق الإنجازات والمكاسب للوطن والمواطن متابعة لنتائج اللقاء الذي تم عقده بين مجلس النواب وزارة الداخلية حول آخر تطورات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في جو أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها دعم كافة الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية في مملكة البحرين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية واستعرضت ما تم في آخر اجتماع بين السلطة التشريعية ومعالي وزير الداخلية في الأحداث التي تمت مآخراً في الهجوم الإرهابي على سجن جو وارتأت اللجنة طبعاً بمتابعة الإجراءات الحادثة أول بأول لجنة الخدمات في اجتماعها تمسكت بقرار مجلس النواب عن أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية واستعرضت أيضاً مرئيات الجهات المعنية المختصة عن مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ثلاث مشاريع يتعلقون برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعدية بالنسبة للقطاع الخاص وقطاع العام وصندوق التقاعد العسكري ارتأت اللجنة طبعاً هذا الآن مشاريع موجودة هنا في اللجنة فارتأنا أننا نجتمع مع الأخوان في الهيئة العامة للتعمي الاجتماعي وكذلك صندوق التقاعد العسكري لطلب مزيد من الإضاحات لجنة حقوق الإنسان التقد بممثلية الداخلية والأمانة العامة للتظلمات حيث تم استعراض العديد من المرئيات حول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين قد تم إضاح وتبادل النقاش في التوصيات والمقترحات التي تقدمها الأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية والتي فعلا وزارة الداخلية تتبنى هذه التوصيات وتأخذها محمل الجد لتوفير الضمانات والحقوق للنزلاء أو المتقدمين للأمانة العامة للتظلمات الأخوة في الحقيقة بكل شفافية وضعونا في صورة دورهما دور وزارة الداخلية ودور الأمان العامة للتظلمات في هذين المقترحين برغبة من أصحاب السعادة النواب وإحنا في الحقيقة شددنا في هذا اللقاع على ضرورة أن يكون التواصل بيننا وبينهما كجهتين معنيتين بحقوق الإنسان إنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط كان مقترحا بقانون نقشته اللجنة التشريعية والقانونية وأكدت على خلوه من شبهة دستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة كان من أبرز المقترحات التي تمت نقشتها إنشاء صندوق مستقل يتبع وزارة الإسكان للبيوت الآيلة للسقوط اعتمدنا في هذا المقترح واعتماده من خلال تحقيق جزء من عائدات الصندوق الاستثمارية إضافة إلى قبول الصندوق للتبرعات إضافة إلى تخصيص جزء من عائد الصندوق من الميزاني العام للدولة هذا وتعقد اللجنة في مجلس النواب اجتماعاتها كل أسبوع من أجل بحث القوانين والتشريعات لعدد من الملفات التي سترفع لاحقا إلى هيئة مكتب المجلس سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر